قبل الفاصل قلنا لكم هنقول أشكال هذه التشوهات تمام؟ بعض الأشكال دي يعني فيه حاجة اسمها الأذن الوتواطية نسبة إلى الوتواط بنسميها بات إير خلاص؟ أو بنسميها بلغة تانية في الطب برضو بروميننت إير بات إير يعني ببقى الودان عاملة زي أذن الوتواط بلاش لأن فيه ناس ممكن بتبقىش عارفة شكل الوتواط فنقول بروميننت إير يعني بتبقى لها شكل كده مفلطح بطريقة معينة تمام؟ فيه برضو من ضمن الأشكال حاجة اسمها الأذن المدببة بنسميه إحنا Pointed إير أو Stiles إير تمام؟ Pointed إير ده برضو الأذن المدببة فيه الأذن المغطى بنسميه إحنا Liding فيه الأذن اللي بتشبه المحارة عارفين المحارة بتاعة البحر؟ بتلاقوا فيه ودان شكل كده تمام؟ فيه الأذن الحفية خلاص يعني واخدة شكل زي ما كون حافة كده تمام؟ يعني بتبقى عارفين لما نقول الطبق ده له شفة أو له حفة تمام؟ هو بتبقى واخدة شكلي كده فيه كمان حالات صغر سيوان الأزن السيوان الأزن اللي هو التكوين الخارجي بتاع الأزن ده حاجة احنا بنسميها مايكروشيا خلاص؟ أو ليتل إير مايكروشيا دي هي الأزن الصغيرة أو صغر سيوان الأزن يعني طبعا هي بتبقى أزن صغيرة لأن السيوان ده هو اللي بيعبر عن شكل الأزن أو حجم الأزن فيه حالات تانية من التشوهات بيكون عدم موجود الأزن يعني تهايقلنا إن الأزن مش موجود خلاص؟ وهي بنسميها أنوشيا خلاص؟ أو نوئير يعني الأزن نفسها مش موجود بتبقى مدفونة يعني جوه الجسم أو مش متكونة بس طبعا ده غير بقى السؤال لأن هي قالت شكل موجودة بس شكلهم غير طبيعي بس هي كل الموضوع إنها ما قالت لناش الشكل ده مش طبيعي إزاي ودي فرصة إن احنا عرفناكم الأشكال المختلفة فيه حالات برضو بتكون اختفاء صيوان الأزن الصيوان الأزن ده مختفي أو ما يعرف بالأزن المدفونة يعني إحنا هنا لما نشوفها لما نيجي نقرب كده ما نشوفها لما نيجي نتحسسها تكون موجودة ودي اللي بيكون فيها صيوان الأزن مدفون تحت بشرة فروة الراس يعني زي ما يكون مدفون تحت الجلد بتاع الوش ده تمام؟ اسمها طبيا كريبتوشيا خلاص؟ الكريبتوشيا دي دي الحالة دي اللي هي الأزن المدفونة في حالات تانية بيكون فيها عدم موجود قناة الأزن الأزن بقى فيها قناة دي بتاعة الأزن نفسها القناة السمعية اللي احنا بسميها فيه كمان حاجة اسمها الأزن البارزة ودي أي أزن تبرز أكتر من 2 سنتي عن الراس يعني تبقى بعيدة عن الراس بمعدل 2 سنتي فأكتر فيه الأزن المقيدة ودي اللي بيكون فيها صيوان الأزن مفلطح أو ملفوف يعني يتحسوا الملفوف على بعضه طبعا ده اللي أنا قلته ده بخلاف تشوهات شحمة الأزن اللي هي اللي بيولو في دقير اللي هي الحتة دي اللي بيتحط فيها الحلق عند البنات وللأسف عند بعض الرجال دلوقتي خلاص تشوهات شحمة الأزن دي ليه أشكال كتيرة زي إنها تكون مزدوجة يعني اتنين أو إنها تكون مشققة هي طبيعية مشققة أو إن يكون فيها حاجة زائدة دي برضو بتدخل ضمن نطاق تشوهات الأزن والحقيقة إن التعامل الطبي مع التشوهات دي أو تشوهات الأزن بشكل عام يعني بيختلف بحسب حاجات محددة بيختلف بحسب الشكل اللي إحنا لسه بنقوله وبحسب الدرجة عاملة إيه وبحسب التأثير الوظيفي يعني اللي بيحكم القرار الطبي بقى تجاه التشوه ده الشكل والدرجة والتأثير الوظيفي يعني نشرحها أكدر إذا كانت المشكلة بسيطة وغير ملحوظة بسيطة ومش ملحوظة ففي الحالة دي لا علاج ما بتتعليقش بتبقى أحسن كده أنا تتساء إنها مشكلة بسيطة ومش ملحوظة تمام تبقى أحسن كده